موسيقى السلام عليكم اللي بيحصل في ايران حاليا مش بيهم ايران بس ولا الايرانيين بس ولكن بيهم المنطقة بالكامل والعالم كله كمان لاللي حتنتهي اليه الاحداث اللي بتدور في ايران دلوقتي نتائجه حتتوزع ما بين الشعب الايراني والدول المحيطة سواء التابع الايران او المستهدفة من ايران او المعادية الايراني بالاضافة للعالم اجمع من شرق الغرب صحيح ان بقاء النظام من عدمه هو قرار في ايد الشعب الايراني الوحده ولكن ما ينفعش ان احنا نرفل ان ايران متدخلة في توطرات اقليمية ودولية ومتوغلة في بعض دول المنطقة الشعب الايراني عايز دولته تهتم بامورها الخاصة وامور شعبها واهل المنطقة في الوقت نفسه عايزين ايران تلتزم بحدودها وبالقوانين الدولية وتلتزم وتحتارم سيادة الدول المحيطة داخل اراضيها وتبطل تستهدفهم سواء بميليشياتها او باعلامها للاسباب دي الجميع مهتم بثورة الشعب الايراني ضد النظام الحاكم في توطرات خصوصا بعدما اثبت المتظاهرين ان اللي بيحصل ده مش مجرد حالة غضب عبرة زي مظاهرات كتير حصلت قبل كده ولكن واضح ان الشعب الايراني المراضي عنده مطالب وما عندهش استعداد انه يتنازل عنها الواضح ان هي ثورة حقيقية مش مجرد غضب واتي ثورة مستمرة برغم تصدي القوى الامنية لها بعنف وسقوط مئات الضحايا لحد اللحظة الثورة الحالية بحسب تعبير ماكرون هي ثورة على الثورة الايرانية وهي بتطرح سؤال مهم وصعب في نفس الوقت وهو لامتى النظام الايراني حيفضل متمسك بنظرته المتحجرة عن النظام وعدم ملاحظته ان العالم اتغير الثورة الايرانية في سبعينات القرن الماضي اتولدت في عالم واحنا دلوقتي في عالم تاني خالص اكتر من 40 سنة فاتوا العالم فيهم اتغير كتير جدا اتغير لدرجة ان الكون بعد ما كان في السبعينات عبارة عن مدينة كبيرة النهاردة الكون بقى عبارة عن قرية صغيرة او تقدر تقول انه اصبح بناية متناهية الصغر لدرجة ان اي تغير او تبديل بيحصل في اي دولة كل الدول بتتأثر بيه من مشرق الارض المغيبة لما انتصرت الثورة الاشتراكية في ايران وسرقها الاسلامويين بقيادة الخميني كان العالم بيعيش في عصر المعسكرين الشرق والغربي في ضروة الحرب البردة وكانت الثورة الايرانية بتفتخر ان هي تولدت من رحم خارج المعسكرين المتنافسين مع ان الكلام ده مش حقيقي فالثورة الايرانية قضها الاشتراكيين لمدة 9 سنين ولكن اللي ركبها وانتصر بيها في النهاية هم الاسلامويين بدعم غاربي خفي بالبلد كده لحقوا ايران قبل ما تقع في ايد المعسكر الشرقي وهي اللي كانت كلب امريكا في المنطقة ومن الطبيعي في كل الثورات اللي بتنتصر ان اصحابها او اللي سرقوها بيتوهموا ان الثورة والنظام اللي اقارته هيعيش للابد لانها اتت بما لم يأتي به الاوائل ونجحت فيما فشلت في جميع الثورات السابقة وفي وسط الفرحة بالانتصار بتتلخبط الاحلام بالاوهام في وقتنا الحالي ما تقدرش الثورة الايرانية ان هي تستمر في تجاهل التغييرات اللي ضربت المشهد الدولي في الاربعين سنة اللي فاته التحولات اللي حصلت كانت كبيرة جدا وهائلة وما ينفعش اعتبرها شأن يخص الاخرين بس فامريكا النهار درير امريكا اللي كانت في 79 لما طهران خطفت الدبلوماسيين الامريكان واعتبرتهم رهاين في تمثلي رخيصة جدا مفهمهاش كتير من العرب الا بعد سنين طويل بحسب المنظوم الايراني الخوميني المصدر للاعلام لا يزال الشيطان الاكبر يتربع على مقعد الاقتصاد الاول في العالم اللي التحاد السوفيتي انتهى وراحت ايامه بس الغريبة انه ما انتهاش عن طريق ضربة نووية او حرب عالمية او حتى حرب تقليدية ولكنه انتهى بعد ما ارهقوا سباق التسلح مع الامريكان اللي اظهر فجوة تكنولوجية عملاقة ما بين المعسكرين الشرق والغربي وفضلت الفجوة توسع لحد ما بلعت الاتحاد السوفيتي بالكامل بسبب جمود النموذج السوفيتي والعجزة عن الاحتفاظ بعلاقة عميقة مع الاجيال اللي اتولدت في ظل الصور الاتحاد السوفيتي انتهى لانه ما نجحش في احتواء التغيير اللازم في حياة الناس والاستماع لتطلعاتهم انتصاراته الخارجية ما حصنتوش ضد متطلبات الدخل لما انتصرت الثورة الايرانية كانت الصين وقتها وقفة عند منعطة في طريق حاسم افكار موتسي تونج نفسه ما كانتش ادرى على حماية نظام الثورة الصينية ما بقتش ادرى على حل المشكلات والتصالح مع الواقع الواقع الاقتصادي تحديدا والمستكدات فلاقت الثورة الصينية نفسها في مواجهة الحيطة ما كانش قدامها غير انها تتغير وتتأقلم مع المستجدات وإلا حيصعب الحفاظ على الانتصار وحيتحول لهزيمة احتفظ ورثة ماو بالحزب كآلة لضمان الاستقرار لكنهم غيروا القواعد اللي كان الخروج عنها يعتبر من المحرمات قبل كده خرقوها من اجل الاستمرار في الانتصار فدخلت مفردات الازدهار والتقدم والاستثمار والتجارة للقاموس الصيني كان لازم كمان تغير في الذهنيات والاساليب على التوازي ونجح ورثة ماو سي تونج في انقاذ الثورة عن طريق اعتماد منطق الدولة الانقاذ الحقيقي حصل في الصين لما تم تحويل مئات الملايين من الصينيين من الفكر المطقع للعمل والانتاج والحياة الكريمة ولما لحقت البلاد بالثورات العلمية والتكنولوجية والصناعية ساعتها صحي التنين الصيني من ثباته مفيش حد في العالم يقدر يتجاهل تمار الثورة التكنولوجية وثورة الاتصالات الانترنت عمل تغير هائل في علاقة الفرد بالعالم كله اتاح الوصول للمعلومات اللي كان الرقيب في البلاد المنغلقة الدكتاتورية بيحاول انه يحجبها عن الناس الاجيال المتقدمة من الهواتف النقالة كانت بمثابة اكبر معارض او شاهد حتى في التاريخ بقى بإمكان اي مواطن انه يقرى العالم من خلال جهاز سرير في جيبه يصور ويوثق ويكتب ويرسل بقى كل مواطن صحفي وناقد في نفسه بيلاحظ ويسجل ويعلق ويجمع المعلومات ويبلور موقفه في شؤون الداخل والخارج كمان الهاتف الزكي خلى صاحبه جزء من عالم مترابط برد النظر عن الحدود الدولية وصرامة الرقابات الهاتف قال لصاحبه انت صاحب حقوق بديهية من حقك انك تطالب بيها ومن المنظور ده فالشعب الايراني بقى شبه الشعب المقيم في دول تانية او فقارات تانية نفس الهاتف قال في رسالة ان النمازج المفروضة في المجتمع مش بتصلح لكل زمان وكل مكان وان النمازج الجندة مش مقبولة ولازم انك تستجيب لمتغيرات الحياة الثورة الايرانية حاولت تحصين نفسها ضد التارييرات الكبرى فابقت خط التماس مشتعل مع الغرب طبعا واعتبرت كل مطالبه بالتاريير مهما كان التاريير المطلوب مجرد تاريير محدود اللي ان النظام الايراني اعتبره جزء من مؤامرة كونية خارجية هدفها اقتلاع اعمدة النظام وركائز استمراره وهدم الاسلام من جزوره اللي رسختها ايران الخومينية ايران شافت انه من حقها ان هي تاخد من التطور التكنولوجي بس اللي يعز استرسانتها وقبضتها وسياسة الهجوم والتوسع الجرافي في الاقليم اللي حواليها فترجمت الثورة الايرانية شعار تصدير الثورة لسياسات نجحت في اختراق الحكومات في لبنان وسوريا والعراء واليمن وفشلت في غيرهم لكنها ما نجحتش كمان في ان هي تقدم نموذج استقرار وازدهار في الدول اللي هيمنت عليها بدت الاختراقات باعتراف مسؤولين فيها اشبه باجراءات الحماية للنظام ودور النظام ولو تم ده على حساب امن الدولة المخترقة وازدهارها كمان وسابق النظام الايراني الوقت في الملفين النووي والساروخي وكأن ايران بتدور على بوليس التأمين علشان تحمي دورها الجديد في الاقليم اتصرفت الدولة الايرانية كأن المشكلة في الخارج وأن الداخل مضمون فتعاملت مع الاحتجاجات اللي قبل دي واللي كانت بسبب اما نتائج انتخابات او قضايا معيشية كأنها مجرد محاولات بيقوم بها الخارج لزعزعة الاستقرار في الداخل وأن كل النزل يتظاهر ضد النظام هو مأجور وعميل للخارج لأن الشعب الايراني راضي تمام الرضا عن النظام فرفض النظام الايراني مراعاة امال الاجيال الجديدة وتطلعاتها للعيش الافضل ومطالبهم باعطاء الاولوية لتحسين مستوى حياة الناس على حساب الانفاق على الجيوش الصغيرة الحليفة في الخارج والميليشيات اسرار ايران اللي بتنزلق حاليا باتجاه عزلة اقليمية او دولية او حتى نقدر نقول غربية على الاقل على عدم الاعتراف بان العالم تغير خلى الاحتجاجات اللي انطلقت وزادت شعارتها من بعد مقتل الشابة مهاسة اميني ترتدي طبع اعمق من الاحتجاجات السابقة ده واضح من الشعارات اللي اطلقها المحتجين على جرم من معرفتهم بالتمن البهز اللي حيترتب على اطلقها انتشار الاحتجاجات في مدن متى بعدة ورفع شعار المرأة الحياة الحرية وعدم الخوف من الرصاص مهما كان قاتل وعدم الخوف او التراجع بعد مقتل مئات الايرانيين برصاص قوات الامن ادى الانطباع بان السلطات الايرانية بتواجه في عهد رئيس ابراهيم رئيسي بالذات تحدي غير مسبوق واضح ان العلاجات السابقة اللي كان بيستخدمها النظام الايراني ما بقتش مجدية وان القمع الواسع بيؤسس لدورات تانية من الاحتجاجات يمكن للسبب ده وفقت السلطات الايرانية على الغاء شرطة الاخلاق تحت ضارة الشارع طبعا وابدت استعدادها كمان لمناقشة موضوع الحجاب من اساسه من التصرع على فكرة اعتبار ان اللي بيحصل ده دليل قاطع على تغيير وشيك او قريب او سقوط للنظام قريب لكن الاكيد ان الاحتجاجات دي ارسلت رسالة قاسية مفادها انه ما فيش خيار قدام حراسة الثورة الخومينية الايرانية غير الاعتراف بان عالم النهاردة غير العالم اللي تولدت فيه الثورة وجوهر الرسالة ان الوقت مش بيرحم فالثورة لازم تتغير وتواكب العصر وتلبي متطلبات ومتطلعات الشعب وان ده هيحصل سواء كان الطريق قصير او حتى طويل ومكنف وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته